نتابع من ليبيا ففي أكثر من مناسبة لجأت القبائل الليبية في الشرق والجنوب إلى إغلاق حقول النفطية في المنطقة التي يعيشون فيها بسبب الضغط على حكومة الوفاق المتهمة بأنها تستغل الإرادات لتمويل الميليشيات والمرتزقة التابعين لها فمثلا في الشرق تم إغلاق الموانئ في منطقة الهلال النفطي بشكل متكرر ثم يعاد فتحها وتقول القبائل أنها تسعى لتجفي في منابع تمويل الإرهاب أيضا في الجنوب يتم إغلاق حقلي الشرارة والفيل النفطيين لنفس الأسباب ثم يعاد فتحهم ولكن تلك الخطوات تتسبب في إرباك كبير لحكومة الوفاق ونقص في كمية النفط المنتجة أيضا في محاولة لوقف تمويل الميليشيات وضع الجيش شروطا لإعادة فتح دائم للموانئ والحقول النفطية وهي شروط توافق عليها القبائل ما هي هذه الشروط؟ أول شرط فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع فيه عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كافة الأقاليم الليبية أما الشرط الثاني وضع آلية شفافة وبضمانات دولية لمنع استخدام العوائد للإنفاق على تمويل الإرهاب والمرتزقة الشرط الثالث مراجعة حسابات مصرف لبنان المركزي في ترابلوس لمعرفة كيف وأين أنفقت العوائد خلال السنوات الماضية ولمحاسبة من تسبب في إهدارها